ترأس رئيس ومجلس الوزراء مصفى بلغولي المدبولي الاجتماع الثامن للجنة الوزرية للسياحة والأثار بحضور عدد من الوزراء ومسؤول عدد من الوزرات والجهة المعنية واخران الاجتماع تم السراد موقف حركة السياحة الوفدة إلى مصر وتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عليها وسبل مواجهة تلك الأزمة هذا وقد تطرق الاجتماع إلى جهود التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوفدة إلى مصر من مختلف الدول وذلك من خلال جذب أسواق سياحية جديدة إلى جانب تقديم التيسيرات الخاصة بدخول السائحين إلى مصر